فضيلة الشيخ من قال بجواز حل السحر بسحر يلزم من ذلك تعلم السحر ولا يخفى عليكم ما فيه من الأضرار والأمور المترتبة عليه من المساوة قلنا هذا قلنا إن إذا سمحنا للسحرة لعمل السحر لأجل العلاج معنا هذا أننا سمحنا بانتشار السحر في المجتمع مع أن العلاج ليس مقصورا على السحر هناك علاج مباح والحمد لله ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءً فنترك العلاج المحرم إلى العلاج المباح وفيه خير وفيه نفع والمدارس على النية والعزيمة إذا توكلنا على الله ووضنا أمورنا لله وعملنا السبب النافع فالله جل وعلا قريب مجيب